رجالة شكرا يا رجالة ولازم نشوف الاعادي ولازم نشوف الاشرار ونشوف نمازج شريرة نمازج كارهة لهذا الوطن كارهة لمصر وكارهة لمنتخبها وكارهة للشعب وعايزانا دايما نبقى لكن لا ابدا عمرنا ما هننكسر ابدا 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 احنا فرحانين وسعداء وبندعم منتخبنا بمنتهى القوة بمنتهى القوة وهتشوفوا دلوقتي رسائل دعم بالصوت والصورة من عدة محافظات لمين لمنتخبنا العظيم من كل حتة هتشوفوا الدعم قد ايه وهتشوفوا الناس بتقول ايه ولكن الاشرار اعداء هذا الوطن وعداء اي نجاح وعداء اي حاجة هم قالوا ايه ناخد نمازج بسيطة خدوا النمازج دول الاشرار دول الاشرار دول الاشرار دول اعداءنا بجد دول اعداءنا بجد دول الخونا بجد ده اللي بيقول لك انا فرحان وشمتان فرحان انه السنغال فازت ده العدو الحقيقي ده العدو الحقيقي اللي دايما يتمنى لك كل شر لانه هو مش مصري هو في مصري يبقى فرحان هو في مصري يبقى شمتان في بلده اه اقولك من هو لانه هو مش مصري لا يمكن احسبه على المصريين بقول لك ده العدو الحقيقي اللي قدامك اللي قدامك ده زيه وامثاله كمان اللي قال لك كل اللي اهرني انه السنغال كانت المفترض تفوز بفرق اهدف قيالي وبشكل مهين لمو صلاح واحد بيسم نفسه اسلام عادل ما عرفش ده اسمه اسلام الحقيقي الكاره المجرم الخاين الزليل المتآمر المتخابر هل ده اسمه الحقيق ولا اسمه اخر ده هو ده العدو ده العدو بتاعك ده العدو الحقيقي اللي لازم تعرفه بقول لك طب قسما بالله العظيم شوف بيقولي ايه تاني كنا نبتهل الى الله هزيمة المنتخب لانه هزيمة انتصار دول اعداءك دول اعداء بلدي واعداءنا كلنا لما احنا نتكلم عليهم ونقول دول الاعداء ودول الخاونة عندنا حق في كل كلمة بنقولها ونفضل نقولها وانتو يا مصر انتو بواخدين بالكم الموضوع ما انتهاش مع اعداء بلدك مع التنظيم والعصابة والخاونة بجد وعداء بجد اللي هو النهاردة فرحان ان السنغال فازت هو ده العدو اللي انا دايما اكلمك عليه واللي افضل اكلمك عليه واللي عملين طول الليل والنهار يقولك احنا فرحنا عشان السنغال فازت لانك مش مصري ملعون انت كلك ملعونين لعنة الله عليهم جميعا امثال هذا الكاره لبلده الكاره لمنتخب بلد بلدنا الكاره لمصر وحد تاني يقولك مبروك للسنغال اوي جد اوي جدا والله تقول عليهم ايه دول دول بن قدمين دول تقدر تقول عليهم دول ناس عندها دول مصريين لا والله والله ابدا ليس لهم علاقة بوطني ولا بشعب مصر دول اعداءك يا مصري يا مصرية دول اعداءك اللي شمتان واللي فرحان انك اتغلبت مبارح بس عمرنا من انكسر عمرنا واحد تاني يقولك مبروك للسنغال دولة مسلمة ورجالها شجعان واحنا دولة ايه هي مصر دولة ايه مصر دولة ايه حضرتك واحد تاني يقولك حزين طبعا انتو عارفين اللقطة الشيئر لها فعازة واعمال الشماتة 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 والتاني يقولك مبروك للسنغال لبلد المسلم وحد تاني يقولك الف مليون مبروك انا باوريكو بس نموذج او نمازج من الكتائب الالكترونية الاخوانية المجرمة دي نمازج من الخوانة نمازج من الكارهين بلدي نمازج من اللي عايزين عقارب الساعة لن تعود ابدا ابدا دفناكو ومستمرين في الدفن ومستمرين نعم لكن بلدي منتصر او تنتصر دائما ان شاء الله ومنتخبنا الرجالة اسمعوا الدعم من المصريين من شرفاء هذا الوطن من المحبين لبلدهم والمحبين والدعمين ليكو بكل قوة اسمعوا من عدة محاوظات خلينا نروح للقاهرة قالوا لكو ايه بعد المطش بيدعموكو ازاي بعد مطش مبارح اوعى تفتكر الناس مش معاك الناس معاك شعب بلدك معاك الناس كلها بتدعمك وتبقى عارف ده وتتأكد من ده عندك رسالة مهمة في مطشين جايين في مارس اللي جاي تبقى بتلعب كرجل زي ملعبت ورجالة ان شاء الله وتوصلونا كاس العالم ان شاء الله شوفوا الناس بتقولوكو ايه اسمعوا اسمعوا يا ابطاء لو سمحتوا اسمعوا كلكو رجالة اسمعوا الناس بتقولوكو ايه لو سمحت نشوف شكرا